السؤال اللي موجود عند جمهير النادي الاهلي هل سانداونز هو نفس سانداونز بتاع النسخة الماضية اللي اتفاق على النادي الاهلي وحتى لما خرج من البطولة بالمناسبة النادي سانداونز خرج من غير ما يخسر خالص سواء في دور المجموعات او في حتى الادور الاقصائية لان حتى لما الوداد استطاع انه يتغلب عليه كانت نتيجة تعادل كده زي ما الاهلي صعد امام سنبا تعادل ايجابي هنا وتعادل ايجابي هنا فبالتالي راحت الكفة نحية الوداد المغربي ده بقى السؤال اللي هسأله الجهري والجمال هل سانداونز نفس الفرقة اللي تخوف يعني عندهمش عيوب فرقة خالية من العيوب كده ولا نادي الاهلي يقدر عنده بعض النقاط اللي يقدر يستغلها في دفعات سانداونز اللي انا عارف انها مش في افضل حال وبرضو عندهم غيابات زي الشلويلي وغيرهم من اللاعبين طيب سانداونز عندهم نقطة قوية جدا نتكلم عليها بعد دي لكن النقطة الاولانية هل هم عندهم عيوب هم فريق متمرس جدا فريق بيلعب كورة متعبة جدا لفرق الشمال خاصة النادي الاهلي الاهلي بيلعب كورة فانت متكلم عن فيه بيلعب كورة بيلعب فريق دي نفس مدرسته ونفس طريقته بل هو اكثر تمرسا فيها اللي هو سانداونز وده لسي شكل بتاعه ده متعب جدا للنادي الاهلي لكن هالسانداونز الفريق اللي مبتغلبش خاصة الناس كلها في الذكرة انك بتلعب سانداونز خارج الارض الامور تبقى صعبة جدا لكن السلاح الاهم دايما عن سانداونز انه بلعبك بالنهار على ارضه وهو فريق كبير عشان الناس بس ما تقولش انه هي القصة كلها في ملعب انه بلعبه بالنهار الا هو فريق وتمرس في نسخة المضيئة عادل مع الاهلي في القاهرة اتنين اتنين بالزبط فانت بتتكلم على انه لا مباراة بالنهار على ملعب سانداونز صعبة جدا فالمباراة المرادة مش بالنهار رغم تكاهنات كتير وكلام كتير وبعض الضغوط من سانداونز لتغيير المورين كون رغم كده جمال زي ما انا قلت في دورة بطالة فريق ولا هزيمة ما اقولك علشان كده هم فريق متمرس جدا لانه بيجيب اي فريق خاصة فرق الشمال بيجيبها لعبها بالنهار فرق الشمال كلها بتلعبش بالنهار تحديدا النادي الاهلي فالأمور تبقى صعبة جدا من الناحية البدنية ومن ناحية الاجواء نفسها بالنسبة للفرق نروح بقى ليه المشاكل اللي موجودة عندهم لأ هم عندهم ثلاثي في الخط الخلفي يعتمدوا عليه في الفترة الاخيرة هو كويتزي ومفالا اللي تم طرده في دي اربعة مشابقى موجود في مباراة الذهاب امام النادي الاهلي وابو طويل المدافع المغربي اللي جابوا تحديدا علشان مواجهة الفرق الافريقية مواجهة الفرق الشمال الافريقية وتحديدا سواء الاهلي او التراجع اقول لده دي الفرق الكبيرة في شمال افريقيا فنتكلم على ثلاثي في الخط الخلفي هم دايما موجودين كويتزي ومفالا وبوتويد خسروا واحد منهم واللعيب الاهم واللعيب الاكثر خبرة واكثر تمرسا هو مفالا فكمان الشكل ده كله انت بتتكلم على انه المشاكل اللي موجودة كانت موجودة في وجود مفالا فكمان مفالا مش موجود ده هيأثر بشكل جديد بص على المساحات نعليش رجع لي الفريم ده من اوله رجع لي الفريم تاني من اوله المشاكل للمساحات بص غانم انت بتتكلم هنا على لعيب رغم التمركس بربع لعبين قدامهم لعيب في الحالة الدفاعية هتلاقي مربع كبير جدا مساحة كبيرة جدا سواء للوينج رايت او الراجل صالع اللعب فاضية الراجل بيستلم له واحده تماما تماما وما فيش حد ضغط عليه وما فيش حد عامله الرقابة ليه مش بس وانت داخل بتحاول انك بتدفع في 30 متر فعشان قصة عملية الترد وانه كان ناقص لعيب لا انت بتدفع في 30 متر فانت المفروض تعمل عملية المسك والتمركس لان كل اللعبين باستثناء اللعب واحد بيلعبوا تحت الكورة فعندهم مشاكل كبيرة في الرقابة خاصة ما بين الخطوط ما بين خط الضهر والخط الوسط فانت بتتكلم هنا انه الراجل استلم كمان الهروب بتاع الراجل الفيرود ازولو على السنتر باك ازمة كبيرة جدا في عملية المسك خاصة بعد خروج انفالة نفس القصة ونفس الازمة العودة لاماكن التمركز او الريبوزيشن ليه المدافعين والعبية خط الوسط مشكلة كبيرة جدا عند سانداونز خاصة لما بيفقد الكورة بتعامل عليه كاونترز وده انا شايف ان دي الشكل الامسل للتعامل مع الفرقة دي انك تقفلهم مساحات وتشتغل عليهم كاونترز ما تلعبش بنفس اسلاحهم مساحات كبيرة جدا فرصة ضاعت بصعوبة جدا جدا لويليمز اللي بالمناسبة دي واحدة من التصديات الصعبة جدا في مباراة الذهاب تتصدي ركل الجزاء بعدها انفراد في نفس اللعبة الكورة رجعت له تاني صدها على مرتين فانت بتتكلم على انه حدث المرمى انقذ سانداونز اللي بالمناسبة سانداونز في مباراة اعتيادية زي دي كان وارد جدا انه يكسب ذهابا ايابي لكن سانداونز انا شايف انه عنده مشاكل ما كانتش موجودة في النسخة لقبل كده رغم لما نتكلم على نقاط القوة لا هو فريق صعب جدا جدا التعامل معاه فيما يتعلق بجوز الهجوم طب جاري اكيد برضو نادي الاهلي كان عنده اخطاء وكويس ان احنا نظهرها والاعلام يظهرها بحس يعني اللعبة ان شاء الله في مباراة سانداونز وخصوصها مباراة الذهاب تتلافى الوقوع في اي خطأ من الاخطاء دي مونية شباك النادي الاهلي والشناوي بتلات اهداف هدفين في مباراة الذهاب وهدف هنا في استاد القاهرة شايف الوضع ازاي في النادي الاهلي والاخطاء الدفعية اللي واقع في لعب النادي الاهلي بص غريم انا بشوف ان انت تستقبل هدف دا وارد جدا لكن المشكلة ان الاخطاء بتتكرر وهي مشكلة واضحة جدا انت واجه التسيمبا بكواليتي معين انت هتواجه سانداونز كواليتي مختلف تماما ان شاء الله لما الاهلي يوصل لنهاء يعني هيلعب برضو كواليتي الناحية التانية هيبقى مختلف تماما خلينا نستعرض كده الحالات سريعا عشان السادة المشاهدين يشوفوها معانا التلات جوان طبعا جمهور النادي الاهلي كله عارفهم هنا هتمشي الحالة هتمشي الحالة خلينا نكملها اتلعبت نقف هنا نقف هنا معلش والرجل هو بتطلع على الكرة من الرجل وغاني بص مشكلة هي اصلا موجودة في الكرة المصرية بشكل عام عند متفعيين الكرة المصرية واضحة جدا عند النادي الاهلي الفترة الاخيرة دايما بتسمع جملة اللعيب بيعمل سكانينج سكانينج مش لازم يبقى الكرة معاك انت كمدافع لازم تبقى شايف البوزيشنينج بتاعك فين ولازم تبقى شايف مين اللي في ظهرك ما يبقاش عينك على الكرة بس هتلاقي ان في اغلبية الاهداف لعيبة النادي الاهلي مش مركزين مع المان لا هو هتلاقيهم مركزين مع الكرة بص بقى من الزاوية اللي بعد كده بص اوقف بس هنا اوقف هنا اللي على كوصل 18 ده مين ده افشا ياسر ابراهيم اللي هو السردباك ورده سليم ورده سليم ماشي ده انا شايف بوزيشن بتاعه معقول بالنسبة لي المفروض كان يرجع يكمل لكن هنا انت بتتكلم كريمين دباس رامي ربيع متسابين ثلاثة على اتنين في كرة هي سهلة ومتشافة يعني مفيش كرة انت انت مش out of position يا غانم عشان يبقى المنظر ده نكمل الكرة اللي بعد كده طبعا الركنية نمشي كمان بعد الركنية طبعا تمركز سائق جدا في الركنية بدون داعي المفروض تبقى انت حاطط واحد على العرضة الاولينية نكمل نكمل الحالات خلينا نجري اللي بعديها عايز اتكلم على الهدف اللي موجود هنا في والد طبعا المفروض ان الراجل على دي اخطاء بشوفه ممكن على مستوى الناشئين فعش فرقة بحجم النادي الاهلي تبقى انت عندك التمركز في القراط الركنية بالشكل ده نروح على الهدف اللي بعده وهو الهدف التالت هتلاقي بيكرر نسخة طبق الاصل من الهدف الاول اه جايز هنا كان فيه كرة out of position فرقة النادي الاهلي لكن انت قدرت انك تلم نفسك طبعا هتلاقي ان الرد بص ديانج هتلاقي بيتمشى خلاص فاكر ان الكرة بتخلص غانم بعد كده هي مشكلة النادي الاهلي بص لعيب النادي الاهلي هيتساب كام لعيب من فرقة سيمبا جوة 18 مروان عطية افشا ديانج مش موجودين في اللعبة خالص غانم مشكلة كبيرة جدا قصات فرقة حطعقبك لان هي هتلعب في ظهر مدافعين لعيب زي سيرينو ممكن يعمل مشكلة النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا ترجمة نانسي قنقر